اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص ان مملكة البحرين استطاعت ان تحصد مكانة اقليمية ودولية مرموقة وتحرز الريادة والمراكز المتقدمة وذلك تجسيدا للرؤى الملكية والنهج السامي لجلالة الملك المعظم من اجل ترسيخ دور المملكة في تعزيز الحريات وصون وحماية حقوق الانسان مشيرا معالي الى ان المنجزات والنجاحات التي تسجلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص تعد عكاسا للمبادرات والبرامج الفاعلة التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذكر معالي ان الانجاز الجديد الذي حققته مملكة البحرين يعتبر تأكيدا على المقومات الرفيعة والامكانيات المتطورة التي تمتلكها المملكة في التصدي لاحد ابرز التحديات التي تواجه منظومة حقوق الانسان